في موضوع آخر تلجأ العديد من دول العالم إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة في خطوة لتحقيق التوازنات المالية للبلاد وهو حال الجزائر التي تعاني من ضائقة مالية التفاصيل مع سلف دعمش المتتبع لهذا المخطط البياني الذي يمثل نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مختلف الدول الأوروبية منذ الفاتح جنفي من السنة الجارية يلاحظ أنها تتراوح ما بين 23 و27% وهي السياسة التي التجأت إليها العديد من الدول الأوروبية لتغطية العجز المسجل في اقتصادها الجزائر بدورها تجهت إلى رفع 2% من قيمة الضريبة المضافة في قانون المالية لسنة 2017 لتصل بذلك إلى 19% إذا تكلمنا عن القيمة النسبية فنجدها نسبة ضائيلة جدا لا تمثل شيئا بار كونتر إذا نظرنا لها من زوية قيمة المطلقة فالله نتمثل يعني العبء راح تتكون لنا عبء كبير ويرجع يعني يتحمل المستهلك النهائي كان عندنا اقتصاد حقيقي وكان رقابة وكان يعني احترام يعني في الأسعار عن مواد الغذائية اللي هنا في الحالة هذه 9% ما عندها مدير هي إذا ضريبة تعمل بها مختلف دول العالم من أجل تحقيق التوازنات المالية لكل خزينة عمومية لكن الإشكال المطروح في الجزائر أن مصالح الرقابة لا تزال عاجزة عن التحكم في الأسعار